اقترحت اكبر مجموعة سياسية في هونغ كونغ وهي التحالف الديمقراطي من اجل تحسن وتقدم هونغ كونغ على حكومة المنطقة يوم الخميس الماضي الشروع بالتخطيط لمناطق تنمية جديدة وبناء مشاريع تنمية عامة وتطبيق اللوائح الخاصة باستعادة الاراضي بالطرق الفعالة لزيادة مساحة المعروض من المساكن العامة وقد اعربت الفعاليات المختلفة في هونغ كونغ عن دعمها لهذا الاقتراح امل حقا ان يعمل جميع افراد المجتمع معا لحال مشكلاتنا العميقة وخاصة مشاكل الاسكان الاكثر اهمية وامل ان يتخلل جميعوا عن افكارهم المسبقة والسياسية ليتمكن المواطنون من مختلف العمار من العيش بامان والعمال من ناجل تحقيق استهار هونغ كونغ اسعار المساكن باهضة ومساحة السكان ضيقة وهذا هو الوضع في هونغ كونغ لذلك حسى التحارف الديموقراطي من اجل تحسن وتقدم حكومة منطقة هونغ كونغ دارية خاصة على ايجاد طريقة للتعامل مع مشاكل الاسكان بطريقة متعددة الجوانب ويتوقع مواطن هونغ كونغ ان يتمتعوا بخطة العرض للاراضي الطويلة الاجل للتخطيط ودرجة عالية من الشفافية ويمكنها ان تحل مشاكلنا يتعين استخدام اللوائح بشأن استعادة الاراضي لبناء المزيد من المساكن العامة للسماح لعدد اكبر من الناس بالحصول على المنازل السكانية واعتقد ان هذا مهم للغاية موسيقى اشتركوا في القناة